السؤال لبعض المرأة لا تصلح للقضاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول ما قالش المرأة لا تصلح للقضاء يعني وانت طبعا تقصر حديث الولاية لا يفلح قوم ولو أمرون امرأة طيب وان كان دا كلام موضع نقاش الحديث الصحيح في البخاري يعني لكن القضاء الفقاء قالوا لا المرأة تكون قاضية فيما تشهد فيه يعني قضايا المرأة والثيوبة والبكارة والحمل والقضايا اللي هي المرأة أذكى من الرجل فيها وتشهد أعلم فيها تصلح وابو حنيفة يرى تصلح وابن حز يرى أن هي تصلح لكل أعمال القضاء ولا مانع من ذلك شرعا فالمسألة الخلافية أخي الكريم لا مانع شرعا لمن أخذ ونحن نرجح جواز تولى المرأة للقضاء فيما تصلح له زي ما الرجل ما يصلحش في قضايا يعني مثلا قضايا البكارة والكلام ده والرجل المرأة أصلح فيه الرجل صعب أو رضاع نفس الحالة الأفضل فيه المرأة يعني